ايه بقى في المكاسب بتاعتنا اللي خرجنا بيها يعني لو حبينا نقيسها مكسب وخسارة بالارقام يمكن قبل ما ادخل مع حضراتكم من الستوديو ممكن شوفنا الاتحاد الافريكي اعلن التشكيلة المثالية فيها ثلاث لعيبة من منتخب مصر محمد عبد المنعم ومحمد النني ومحمد صلاح معنى كده ان لعبتنا كانت رجالة قدر خط دفاع خط نص وخط هجوم من دي هو المؤثر على بو جبل لان بو جبل يستحق ولانه ملعبش البطولة بالكامل كان لو لعب البطولة بالكامل او محمد الشناء ولعب البطولة بالكامل كان واحد منهم هياخد اخر حرس ادوارد مندي طبعا حرس مواق وحرس كبير حرس تشيل اصبعه قد كده ما شاء الله فبالتالي طبعا ده ربصيت على كف ايده كده لو انا داخل ضرب الجزاء وشايف كف ايده قد كده الرجل هيعمل كده يجيب اخر وكان ليه دور مهم جدا وسخير مبارح ان هو ينقذ مرمى منتخب السنغال في اكتر من كرة خطيرة خطيرة جدا وكانت ممكن تكون ماتش اه يعني هو بصراحة كان ليه كذا ميزي على صعيد الارقام يمكن شوفنا ان انت مجهزين ارقامك وان مجهزين ارقام لو طيب وريونا يا جماعة نشوف هنبتدي بايه يمكن ده مشوار كارلوس كيروش مع منتخب مصر لعب 18 مباراة فاز في 12 تعادل مرتين الخسارة اربع مرات الاهداف اللي استقبلها تمانية الاهداف اللي سجلها 24 وده معدل يعني مش وحش بالنسبة للمدرب ده بالشكل العام لكن في بطولة افريقيا اكيد انت عمل لنا احنا جبنا كم هدف لان احنا هجمنا وحش قوي احنا جبنا اربع اهداف جبنا اربع اهداف ودخل فين هدفين على الناحية تاني كان منتخب السنغال جاب تسع اهداف ويستقبل هدفين ده في البطولة الافريقية هو لعبنا سبعة معدل لاستحواز 52 ده بالنسبة ليه التمريرات تمريرات منتخب معدل لاستحواز الاول 52 في المائة معدل التمريرات في البطولة السبع مماريات بالزبط نص ملعبنا 193 معدل التمريرات الصحيحة في نص ملعب الخصم يعني في التلت الاخير بيبقى 162 وكمان انا فيه خرائط حرارية محضرها لعيبة المنتخب مصر بداية من احمد حجازي حضرتك تلاحظ كده السيد سخيري معايا المناطق الحمرة دي دي اكثر المناطق اللي تواجد فيها احمد حجازي ولو شفنا ده معنا كده انه كان بيساند هنا في الجابة اليومنا بالزبط لكن بياتواجب برضو في نص الملعب وكان عنده انه بيزيد شوية ده طول البطولة يعني احمد كمان عبدالواحد او مع عشور اه اه كان بيجي غطل او ملقبش مع امام عشور عشان هو مكان مصاب اه بظل حصل له اصابة فما كملش الماتش لكن واجباته الدفاعية بخبراته كان بيقوم على الاكمل وقت طبعا نجمنا محمد عبدالمنعم لاعب الاهلي اللي نتنامينا له التوفيره وسافر دلوقتي موجود معاهم بالزبط مع النادي الاهلي ايه ده ده عامل مساحة كبيرة يمين وشمال اكتشاف كيروش انتشفت اللاعب الكاميرو اللي مبارح كاليدو كلوبالي كلوبالي لما راحب وقت معه بقيتشد وقول له اسمد انت لعيب جامل دي دي شادة وتدي اللعيب زي ده 23 سنة سقة كبيرة يمين كاليدو كلوبالي ده من افضل المدفعين ومحمد عبدالمنعم من احوالات الاهزة وسخيري كان متواجد فيه الناحية اليمنى والناحية اليسرى اهو وراء وقدامه كان متواجد في خط التمنتاشر فده لعيب بصراحة كان عنده جرأة رهيبة في الحمد محمود حمد الوينش كان بيميل شوية ناحية ابو الفتوح ما طبيعي احجاز يمين يبقى الوينش كان شمال بالزبط كان بيميل شوية احمد ابو الفتوح وطبعا لعيب ممكن شوفناه تصوف موتش الكاميرون ست غرز قطع في الرأس ومع ذلك قدر انه هو يكمل ورفض اي استبدادات لو وصل لنص الملعب وصل لمنطقة الجزاء بالزبط يمكن وصله بس لمنطقة الجزاء كان قليل شوية المدرد طالب منه كده كان في الكرات الركنية هو كان بيزيد شوية فده يمكن اللي خلى الوينش يتواجد شوية بعد الوينش مصطفى محمد مصطفى محمد طبعا كان في اخر مباريات ليه دور مهم جدا انه هو بينزل تحت ويفتح مساحات ليه محمد صلاح لاستغلال مهاراته وسرعاته انه هو يروح ويزيد عند خط التمنتاشر مصطفى محمد يمكن نلاحظ انه هو نزل كتير في مناطق وسط الملعب وغاب عن خط التمنتاشر هو مصطفى محمد لعب سبع مباريات ما جابشه على الجول ودي ازمة ولكن الازمة جاي من المدير الفني لان واضح جدا مصطفى محمد كان مشتبك في منطقة وسط الملعب كتير يمين وشمال طول الوقت ودايما كان بيمين لو حالك لاحظ ناحية المين بتاعة منتخب مصر بشكل كبير انه هو يخش ويقطع باعتبره حتى في منطقة الدفاع كان عنده تحركات لحد هو عنده تعليمات كده كده المدير الفني حرمنا من اننا نستفيد منه حتى لما غيره ونزل زيزو واحمد فتوح بدأ يطلع ويلعب كورة عرضية كان مصطفى محمد خرج ما خلينا اتفق برضو محضرتك ان مهاجم لازم يجوان ما جابش يجوان لازم يتعرض لانتقادات طبعا بالنسبة بقى لمحمد صلاح كان هو الافضل بس كان ليه دور مصالب خرج صلاح طول الوقت وما دخلش جوان داب جابل طبعا لازم اربع مباريات استقبل هدف وحيد التصديات كانت الهدف بتاع المغرب بالزبط التصديات كانت 15 تصديات من داخل منطقة الجزاء 11 تصدق لراكل الجزاء بتاعت داخل المطش بالزبط تصدق لراكل الجزاء بتاعت ساديو ماني ساديو ماني اللي طبعا مفروض كانت تكون نقطة تحول في المباراة نعم معدل التشتيت كان 18 بالزبط فيه برضو احصائيات لبعض لعبة المنتخب ده احصائيات محمد عبد المنعم لعب سبع مباريات الاهداف المستقبلة في وجوده هدفين احرز هدف اللي هو فيه مباراة المغرب معدل التمريرات الصحيحة 36 معدل قطع القرى 1-4 من 10 معدل التدخلات الناجحة 9 معدل تشتيت الكرة 2-9 من 10 قطعا ممكن حصل على 3 طب ده الارقام دي لها دلالة معينة عايز تقولها ليه دلالة طبعا ان محمد عبد المنعم لعيب اول مرة يشارك فيه بطولة دولية واول مرة يبقى ليه تجمع مع المنتخب فبالتالي ده طبعا اكتشاف للكيروش اللي لازم كلنا نحييه عليه ولو لو اداءه في بطولة كأس الأمم الأفريقية ما كانش النادي الاهلي طلب يرجعه لان اللعيب دي محمد عبد المنعم طلب لسموحة ومسموحة لفيوتشر ومن فيوتشر رجع للنادي الاهلي احمد حجازي طبعا اصمام الأمام للمنتخب لعب خمس مباريات الاهداف المستقبلة في وجوده هدفين معدل تمريراته الصحيحة 38 و 12 معدل قطع الكرة 18 معدل التدخلات الناجحة 61 معدل تشتيت 2 و 8 ارقام عبناء معلاء منه شوية هو برضو لعب اكتر شوية من حجازي مباريات وكان كيروش محتمد عيب شكل كبير مصطفى محمد طبعا لسه عزام حضراتك ذكرت يا سخيري من شوية ما احرص ولا هدف ودي ازمة كبيرة جدا معدل التزديدات 2 و 13 وده معدل قليل جدا على مهاجم بحجم مصطفى محمد بيلعب في دور كبير كان المفروض يبقى عنده فعالية اكتر على المرمى وانه هو ما ادلوش فرصة